اشتركوا في القناة الصوتية قبل ارسالها ولكن لتفعيل هذه الميزة لابد اخي الكريم من تحديث تطبيق الواتساب الى اخر اصدار كما قمت بعمله الان بعد تحديث تطبيق الواتساب نقوم بفتحه على سبيل المثال سوف نقوم بالتجريب على هذا الاخ نقوم يعني بالدخول اليه ثم تقوم بالضغط مطولا على هذا الخيار وتقوم يعني برفعه الى الاعلى والان يمكنك التكلم بكل راحة وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على زر الرجوع للوراء الموجود في الهاتف ثم تقوم بالرجوع الى نفس الصديق وسوف تجد في الاسفل يعني الدردشاق لم يتم ارسالها والان يمكنك الاستماع الى صوتك قبل ارساله ويمكنك يعني من هذا الخيار يعني يمكنك حدف هذه الرسالة الصوتية وفي النهاية تقوم يعني بالضغط على هذا الخيار لارساله يعني بالشكل المعتد اذا ارجو من الله باني قد وفقت في هذا الشرح البسيط والقاكم في درس اخر قادم باذن الله جزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله